اشتركوا في القناة شيرين ابو عقلة ويشدد على محاسبة القتلة بريطانيا تتهم روسيا بسعي لضم منطقة خيرسون الاوكرانية اليها وتعهدات اوروبية بمزيد من المساعدات العسكرية الى كييف اهلا بكم مشاهدين الكرام في مستهل نشراتنا الاخبارية الصباحية التي تأتيكم من قناة النيل الاخبار من القاهرة يستقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان حاكم ابو ظبي تعازي اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات في فقيد دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد النهيان في قصر المشرف كانت دولة الامارات العربية المتحدة قد شيعت رئيسها الشيخ خليفة بن زايد النهيان الذي توفي في وقت سابق من امس الجمعة عن عمر يناهز اربعة وسبعين عاما الى مثواه الاخير في مقبرة البطين في ابو ظبي وقد اعلنت دولة الامارات الحدادة اربعين يوما اعتبارا من امس الجمعة فضلا عن تنكيس الاعلام وكذلك تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات للتحادية والمحلية والقطاعات والقطاع الخاص لمدة ثلاثة ايام كانت دولة الامارات العربية المتحدة قد شيعت جثمان الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية الى مثواه الاخير في مقبرة البطين في ابو ظبي مع رحيل ابنها البار قائد مرحلة التمكين وامين الرحلة المباركة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة نكست الامارات الاعلام واعلنت الحدادة اربعين يوما مع تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات للتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة ايام القلوب التي اعتصرها الحزن على قائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص في الامارات ليست الا شاهدا على قائد ادى امانته وخدم رعيته واحبه شعبه والمقيمون على ارض وطنه كان الخبر يعني مؤسف وحزين على قلوبنا وعلى قلوب جميع الامة العربية وخصوصا نحن ابناء دولة الامارات العربية المتحدة من رعاياه ومن ابنائه هذا الخبر الذي يعني احزننا كثيرا وجعلنا نشعر بان اب من ابائنا فقدناه بوجود الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه كنا حاسين في امن وامان وفضل من الله ان يكون هذا حاكمنا اليوم فقدنا هذا الشخص يعني الذي امن لنا هذا الشعور في غضون هذا الوطن العربي الكبير هذا بصماته في كل مكان في الامارات وخارج الامارات الدول العربية وغير العربية الدول الاسلامية بل العالم اجمع فقد اسس دولة ذات نظام قانون وامن وامان يعني تعيش فيها كأنك في بلدك في عدد من مساجد الدولة اقيمت صلاة الغائب على النقل الاكبر لمؤسس دولة الامارات الذي ووري جثمانه الثرى في مقبرة البطين في العاصمة ابو ظبي ويتقبل قادة الامارات التعازية بدءا من اليوم في وفاة الرجل الذي عزز من دور بلاده على الساحتين الاقليمية والدولية ونجحت في عهده في نسج علاقات قوية مع دول العالم هذا وقد نعى سيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بخلص الحزن والاسى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الامتماعي ان الامة العربية فقدت احد رموزها المخلصين زعيما حكيما وهب حياته لبلاده ومد اياد الامارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الامتين العربية والاسلامية كما اصدرت رئيسة الجمهورية بيانا اعلنت فيه الحداد العام في جميع انحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة ايام عقب وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وذلك اعتبارا من امس الجمعة الموافق الثالث عشر من مايو من عام الفين واثنين وعشرين نتحول لمتابعة بعض الملفات الاخرى في نشرتنا الاخبارية الصباحية فقد عاد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الى القاهرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم بعد زيارة رسمية قام بها الى العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين كانت السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية قد ودعت دكتور مصطفى مدبولي بمطار قرطاج مساء امس الجمعة في ختام زيارته التي ترأس خلالها ونظيرته التونسية اعمال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في اطلال زيارته الى العاصمة التونسية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن يترأسان اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين حيث اكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للشقيقة تونس قيادة وحكومة وشعبا في كل خطوتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة التونسية اكد رئيس الوزراء على استمرار كافة العلاقات الثقافية وان يكون عام عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين عام التعاون الاقتصادي بين البلدين واكد على انه قد تم الاتفاق على وجود آلية قوية لمتابعة الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين على الصعيد الاقتصادي فقد اتفقنا سويا على ان يكون عام اتنين وعشرين تلاتة وعشرين هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمن وذلك من انشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدين وعلى الصعيد السياسي اكد رئيس الوزراء ان موقف تونس له صدى كبير لدى مصر في ملف صد النهضة والعديد من الملفات الهامة التي تهم البلدين دعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهدها وخطواتها للعبور بالبلاد الى الاستقرار والرخاء وكذلك دعم مصر الكامل لكل المؤسسات التونسية وصيقتها الكاملة في قدرة الدولة بقيادة السيد الرئيس قيس سعيد على تحقيق امال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق ومن جانبها اكدت السيدة نجلاء بودين رئيسة الحكومة التونسية على موقف مصر الداعم لتونس في العديد من المجالات وضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة واعربت عن تطلعها لتعزيز مستويات التعاون واشارت الى ان اللقاءات السنائية بين الجانبين اصمرت عن الرغبة الحقيقية في تفعيل التعاون بشكل يرقى الى مستوى الشراكة الحقيقية وتطرقنا للعلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والشقيق مصر وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية التي اداها سيادة رئيس الجمهورية الى قيس سعيد الى مصر في افريل 2021 والتي اعطت العلاقات الثنائية زخما ايجابيا ونقلة نوعية عادتها الى مكانتها الطبيعية وعلى هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة شهد رئيس وزراء مصر وتونس العديد من توقيع برتكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة منها الاسكان والتجارة وتنمية الصادرات ومجال الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والارصاد القوية والمناخ والنقل والتعاون الدولي وفي ختام زيارته لتونس اعرب رئيس الوزراء عن كل الدعم لتونس في مصارها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي ونقل الخبرة المصرية لها في تطبيق البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية والاصلاح الاقتصادي والمالي اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اصبحت مظلة لتحقيق الامال والضموحات للبلدين بين واقع مقبول ومستقبل مأمول يصعى لتحقيقه على ارض الواقع حكومة وقيادة وشعبا رغم كل التحديات التي يمر بها العالم بالتعاون مع رجال يعملون مع دولهم من اجل رفعة وطنهم من العاصمة التونسية تونس احمد ابو الحسن انيل الى تطورات الاوضاع في فلسطين المحتلة حيث اصدر مجلس الامد الدولي باجماع اعضائه بيانا ادان فيه بكل شدة اغتيال صحفية الفلسطينية شيرين ابو عقلة واصابة صحفي اخر بجروح في الحادي عشر من مايو الحالي بمدينة جينين ضد ضفة الغربية المحتلة ودع البيان لتحقيق فوري وشامل وشفاف وحيادي في مقتل ابو عقلة يمثل صدور البيان بهذا الاجماع حالة نادرة لوحدة مجلس الامن الدولي بشأن قضية تتعلق بسلطات الاحتلال الاسرائيلي عرب وزير الخارجات الامريكي انتوني بلينكين عن انزعاج بلاده الشديد من اعتداءات سلطات الاحتلال التي تعرضت لها جنازة الاعلامية الرحلة شيرين ابو عقلة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي واضف بلينكين ان المسؤولين بوزارته سيبقون على اتصال وثيق مع نظرائهم الاسرائيليين والفلسطينيين داعيا الى تجنب اي تصعيد للتوتر كانت شرطة سلطات الاحتلال قد اعتدت على موكب تشيع شيرين ابو عقلة في القدس المحتلة امس الجمعة حيث حاصرت المستشفى الفرنسي الذي انطلق منه موكب التشيع واعتدت على المشيعين مما ادى الى اصابة اكثر من ثلاثين شخصا في شأن عربي اخر اكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم ان الجيش سيكون منتشرا على الاراضي اللبنانية كافة خارج لجان الاقتراع بدءا من اليوم لمؤازرة قوى الامن الداخلي في تأمين حسن سير الانتخابات النيابية التي ستعقد غدا الاحد وذلك بهدف المحافظة على الامن والتدخل عند اي حادثة من شأنها تأثير على صف عملية الاقتراع وفق الالية التي تم وضعها بالتنسيق مع الاجهزة الاخرى المعنية في اول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاقتصادي يتوجه اللبنانيون في الداخل يوم الاحد الى صندوق الاقتراع في خمس عشرة دائرة لانتخاب برلمان جديد سيتولى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون الذي تنتهي فترة رئاسته في الحادي وثلاثين من اكتوبر القادم هذه الانتخابات تعد اختبارا لقدرة اللبنانيين على تغيير الواقع السياسي مقابل قدرة حزب الله وحلفائه على الحفاظ على الاغلبية البرلمانية التي حققها في انتخابات 2018 وسط الفقر الذي اصاب اللبنانيين والغضب من النخب والاحزاب التي تتصدر المشهد التوقعات تنخفض بحدوث تغيير كبير في السياسة والحكومة في لبنان رغم حدة الازمة التي يقول البنك الدولي ان الطبقة الحاكمة هي التي تسببت فيها ورغم الغضب من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020 يزيد من ضبابية المشهد مقاطعة تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري للانتخابات الامر الذي ترك فراغا سنيا يسعى منافسه الى شغله ورغم انخفاض سقف التوقعات يعتقد مراقبون ان المرشحين من ذوي الافكار الاصلاحية يمكن ان يفوزوا ببعض المقاعد هذه المرة فيما قد يمثل اختراقا للنظام الذي يقسم مقاعد البرلمان بين 11 جماعة وفقا لنظام تقاسم السلطة ويميل لصالح الاحزاب القائمة انتخابات 2018 سبق وشهدت فوز حزب الله وحلفائه بما في ذلك التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشيل عون بواحد وسبعين مقعدا من اصل 128 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته وادل المغتربون اللبنانيون باصواتهم الاسبوع الماضي في تصويت مبكر وبلغت نسبة المشاركة 60% وقال كثيرون منهم انهم يريدون التغيير في انتخابات تشهد ترشح وجوه جديدة تسعى للاطاحة بالنخبة الحاكمة وتغيير وجه لبنان الى اليمن نتحول حيث لقي طفل مصرعه واصيب والده من جراء قصف ميليشيات الحوثي على قرية السائلة بمنطقة الضباب في محافظة تعز جنوب غرب اليمن يذكر ان ميليشيات الحوثي كانت قد كثفت مع بدء سريان الهدنة الاممية المعلنة مطلع ابريل الماضي من انتهاكاتها بقصف الاحياء السكنية والقنص للمدنيين في مدينة تعز في العراق اعلنت القيادة العمليات المشتركة العراقية ان عملية عسكرية نوعية وضربات جوية دقيقة اسفرت عن مقتل اكثر من ثلاثين ارهابيا في الانبار وكركوك ونينوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام مضيفا ان هذه العمليات المؤثرة اسهمت في استنزاف قدرات الارهابيين واقل المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ان القوات العراقية لن تسمح بوجود اية ملاذات امنة للارهابيين مشيرة الى انها ستدك كل اوكارهم حتى في المناطق الجبلية والوديان الى تطورة الازمة في اوكرانيا حيث رجحت وزارة الدفاع البريطانية واقدام روسيا على ضم منطقة خيرسون الاوكرانية اليها بناء على طلب من الادارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في المنطقة اتهمت لندن موسكو بالتلاعب في نتائج اي استفتاء ستجريه خيرسون على الانفصال عن اوكرانيا بهدف اظهر وجود اغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن اوكرانيا يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية روسية عن زيارة اجرتها نائبة رئيس مجلس النواب الروسي الى خيرسون التي تعد اول مدينة اوكرانية سيطرت القوات الروسية باكملها منذ ابريل الماضي اما في العاصمة الاوكرانية كييف فقد اكد الرئيس الاوكراني فولادمير زيلنسكي ان محاولات بلاده لاجلاء المحاصرين في ماريوبول وازوفستال لم تتوقف لم نتوقف عن محاولاتنا لاجلاء ابناء شعبنا المحاصرين في ماريوبول وازوفستال المفاوضات صعبة جدا بشأن المرحلة المقبلة من عملية الاجلاء اجلاء المصابين باصابات قاطرة والادقم الطبية مستمر ونتفاوض الآن على اجلاء عدد اكبر من الناس بالطبع نفعل كل ما بوسعنا لاجلاء جميع المحاصرين الاخرين لاجلاء كل مقاتل وقد اشرقنا في هذه المفاوضات كل واسيط في العالم يمكن ان يكون مؤثرا تاخد اوكرانيا مفاوضات وصفتها بالصعبة للغاية مع روسيا بشأن اخراج المدافعين من مصنع ازوفستال المحاصر في ماريوبول شرقي البلاد لكن نائبة رئيس الوزراء الاوكراني شددت على اهمية اجلائهم احياء في حين كثفت القوات الروسية من قصف المحاصرين في مصنع ازوفستال في الوقت نفسه اعلنت هيئة الاركان الاوكرانية ارتفاع حصيلة قتل الجيش الروسي الى 26900 جندي منذ بدء الهجوم العسكرية عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى الثالث عشر من مايو الجاري وذكرت هيئة الاركان في بيان الجمعة ان 250 جنديا روسيا قتلوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية اغلبهم في الاشتباكات في منطقة دونتسك وقالت ان الجيش الاوكراني تمكن ايضا من تدمير 200 طائرة و162 مروحية و125 دبابات و2900 عربة مدرعة و542 مدفعا و193 راجمة صواريخ و88 نظام دفاع جوي واضفت ان الجيش الروسي خسر ايضا 2042 سيارة عسكرية و13 سفينة وزورقا و405 طائرات مسيارة واضحت ان الجيش الاوكراني تصدى ايضا ل95 صاروخا روسيا موجها ومنعت القوات الاوكرانية القوات الروسية من عبور نهر سيفارسكي دونيتس في منطقة لوهانسك بعد ان ضمرت جسرا على النهر وضمرت عددا من المدرعات الروسية من جانبها اعلنت روسيا الجمعة محصلة الخسائر في صفوف الجيش الاوكراني منذ بدء الهجوم العسكري وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشيكوف ان العمليات العسكرية ضد اوكرانيا اصفرت حتى امس الجمعة عن اسقاط 165 طائرة و125 مروحية وتدمير 3032 دبابة ومدرعة و304 منظومات صواريخ دفاع جوي و842 مسيرة و1491 مدفع هاوزر و2869 مركبة عسكرية خاصة وقال ان المدفعية استهدفت الجمعة 15 مركز قيادة للجيش الاوكراني و520 منطقة فيها وحدات وعربات عسكرية كما قامت بتدمير محطة بترول كبيرة وعدد من الدبابات في منطقة بولتافا وحدات الدفاع الجوي الروسية اصابت ايضا طائرة حربية اوكرانية ودمرت 15 مسيرة في مناطق متفرقة اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان روسيا لديها 105 كتائب تيكتيكية قتالية داخل اوكرانيا واشر البنتاجون ان القوات الروسية نفذت حوالي 250 طلعة جوية حيث تركزت الغارات على ماريوبول وخاركيذ مؤكدا ان القوات الروسية لا تحقق تقدما كبيرا في دونباس شرق اوكرانيا كما انها تواجه صعوبة في اجتياز نهر دونتس وايصال التعزيزات امر وزير الدفاع الامريكي ليود اوستن بارسال قوات قوامها 10500 جندي الى الجناح الشرقي لحلف شمال الاطلسي النيتو جاء ذلك القرار بعد يوم من موافقة مجلس النواب الامريكي على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لاوكرانيا بحجم 40 مليار دولار لكن تعرقل اقراره في اللحظات الاخيرة بسبب اعتراض سيناتور جمهوري مطالبا بادخال تعديلات عليه تأتي هذه التطورات بينما اعلنت وزارة الخارجيات الامريكية اليوم عن ترحيبها بسعي فنلندا للانضمام الى حلف شمال الاطلسي النيتو على الرغم من التحذيرات الروسية ازاء تلك الخطوة واقلت الخارجيات الامريكية ان لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص وتحالفاتها الخاصة مشددة انه لا يمكن لاحد اخر ان يتدخل في هذا الشأن واضف بيان الخارجية ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن تلتزم بضمان ان تظل سياسة الباب المفتوح لحلف النيتو متاحة للدول الطامحة ان تنضم اليه عندما تكون جاهزة وقادرة على الوفاء بالتزامات العضوية والمساهمة في الامن بالمنطقة الاوروبية الاطلسية على الجانب الاخر نقلت وكالة الاعلام الروسية اليوم ان موسكو ستتخذ تدبير الاحترازية الملائمة اذا نشر حلف شمال الاطلسي بنية تحتية وقوات نووية قرب الحدود الروسية وردا على طلب فنلندا الانضمام الى الحلف الاطلسي اشارت الخارجية الروسية الى ان موسكو ليس لديها اية نوايا عدوانية جهة فنلندا والسويد ولا ترى اية اسباب حقيقية لانضمام البلدين الى حلف النيتو تعهد مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل بتقديم مساعدة عسكرية اضافية الى اوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو اي ما يعادل 520 مليون دولار وذلك خلال انتماعا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في شمال المانيا بهذه المساعدات يرتفع اجمالي المساعدات العسكرية الاوروبية لاوكرانيا الى ملياري يورو منذ بدء الغزو الروسي حسب ما صرح بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية دول السبع المقرر ان يستمر حتى اليوم قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان اول قمة تعقد في واشنطن مع زعماء رابطة دول جنوب شرق اسيا تمثل بداية عهد جديد في العلاقات بين واشنطن والرابطة التي تضم عشر دول اذا نظرتم الى كل انحاء العالم وكل التحديات التي نواجهها ستجدون ان الشراكة الامريكية مع اسيان حيوية لمواجهة تلك التحديات اننا ندشن عهدا جديدا عهدا جديدا في العلاقات بين الولايات المتحدة واسيان لتعزيز النفوذ الامريكي لدى حلفاء واشنطن من دول جنوب شرق اسيا جاء اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن خلال قمة اسيان التي تصطدفها الولايات المتحدة بان القمة تمثل بداية عهد جديد في العلاقات بين واشنطن والدول الرابطة التي تضم عشر دول ادارة بايدن تأمل في طمأنة حلفائها من رابطة دول جنوب شرق اسيا من ان واشنطن لا تزال تركز على منطقة المحيطين الهندي والهادي والتحدي طويل المدى للصين على الرغم من الازمة في اوكرانيا وخلال القمة جددت الولايات المتحدة التأكيد على ان وجودها في المنطقة سيبقى لاجيال قادمة وانها ستواصل الحفاظ على حرية البحار وفقا لقواعد والاعراف الدولية وذلك في رسالة على النزاع البحري بين الصين وبعض دول الرابطة كان الرئيس الامريكي قد افتتح القمة الخميس الماضي بعشاء للزعماء في البيت الابيض وتعهدت ادارته بانفاق 150 مليون دولار لمساعدة في تحسين البنية التحتية وامن دول اسيانا واستعدادها لمواجهة جائحة كورونا وعلى مشروعات اخرى في اسيانا وستشمل الالتزامات الامريكية الجديدة نشر سفينة تابعة لخفر السواحد الامريكية في المنطقة للمساعدة في مواجهة ما وصفته واشنطن والدول المنطقة بالصيد غير القانونية الذي تقوم به الصينة لكن هذا الانفاق الامريكي يتضاءل مقارنة بانفاق الصينة التي تعهدت في نوفمبر الماضي بتقديم مليار وخمسمائة مليون دولار كمساعدات انمائية لاسيانا على مدى ثلاث سنوات لمكافحة فيروس كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي ختم نذكر باهم ما جاء بنشرتنا من عنوين للاخبار الامارات العربية المتحدة تودع رئيسها سمو الشيخ خليفة بن زايد لمسواه الاخير وحاكم ابو ظبي يتقبل العزاء اليوم بقصر المشرف باجماع اعضائه مجلس الامن يدين بشدة مقتل صحفية شيرين ابو عقلة ويشدد على محاسبة القتلة بريطانيا تتهم روسيا بالسعي لضم منطقة خيرسون الاوكرانية اليها وتعهدات اوروبية بمزيد من المساعدات العسكرية الى كييف بهذا ننهي نشرة للاخبارية الصباحية للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت اي جي الى اللقاء